وفي سياق آخر ترأس غبطة البطريار بيتسابالا القداسة الاحتفالية الذي نظمته جمعية الكاريتاس الأردنية وذلك في كنيسة الراعي الصالح سيدة السلام بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس برنامج المتطوعين وشارك في القداس الأب جمال خضر النائب البطريار كليلتين في الأردن والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسونيور ماورولالي ولفيف من الأساقفة والمطارنة والكهنة من مختلف الكنائس الرسولية وعدد من الرهبان والراهبات وشخصيات اعتبارية وجمع من المؤمنين ومتطوعي كاريتاس إضافة إلى قادة المجموعات الكشفية من مختلف الكنائس في المملكة وتحدث البطريار بيتسابالا في عضته عن أهمية دور المتطوعين في مساعدة المحتاجين لافتاً إلى أنه دور نابع من قلب السينودوس الأبرشي الذي انطلق في الكنائس الكاثوليكية عام 2000 وبعد العضة وقبل نهاية القداس ألقى المدير العام لكاريتاس الأردن وإلسليمان كلمة تحدث فيها عن روحانية وتاريخ انطلاقة البرنامج كما شكر فيها جميع الأشخاص الذين كان لهم دور فاعل في تأسيس المجموعة شكراً باسمكم جميعاً لكل المتطوعين الذين هم العمود الفقري لمؤسسة كاريتاس بالأردن شكراً لهم بشكل خاص خلال فترة كورونا حيث قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الإنسان الذي ندعو له بالشفاء في هذه الموجة الحالية من تفشي الفيروس في بلادنا وفي العالم أجمع نبدأ العام بعد العشرين فيما وطنع الأردن الحبيب يبدأ العام الأول من المئوية الثانية وتستمر المسيرة نشكر وزارة التنمية الاجتماعية وجميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي نعمل معها يد بيد من أجل الإنسان ليس فقط الإنسان الأردني وإنما كل إنسان يطأ أرض المملكة الأردنية الهاشمية وبالأخص المهجرين الذين لم نعتبرهم إلا إخوة وأخوات كما نشكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي كلل مسيرتنا قبل عامين بوسام الاستقلال وأعطى لنا جميعا دفعة جديدة وجميلة للعمل بإخلاص متجدد يوما بعد يوم شكرا لقناة نور سات على مرافقتها لمشاريع كاريتس طيلة السنوات الماضية أيها الأحباء من سينودوس الأراضي المقدسة الإيمان والشركة والشهادة إلى سينودوس الكنيسة العاملة من أجل كنيسة سينودوسية شركة ومشاركة ورسالة تستمر المسيرة ونضع نفوسنا جميعا من جديد في خدمة الراعي الصالح الذي يجمعنا في كنيسته اليوم وفي خدمة كنيستنا ومجتمعنا وعالمنا وفي خدام الاحتفال تم تكريم البطريار بات سبالة بدرع الكاريتس إضافة إلى تكريم عدد من الفاعلين في المجموعة هذا وقام على خدمة القداس شمامسة الكنيسة اللاتينية في حين أحيى جوقته ينبوع المحبة بقيادة طعم جبارة ترانيما الاحتفالي والقداس الإلهي ومن الجدير بالذكر أن قداسة البابا فرنسيس وجه رسالة إلى كاريتاس الأردن بمثابة شكر لهم على عملهم باعتبارهم الذراع الاجتماعي والإنساني للفاتيكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر